أهلا بحضراتكم من جديد مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر ودائما بنكلم مع حضراتكم عن فكرة النمو السكاني وعلاقة ده بالتنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت ده وسيد رئيس بيكلم وأعلن عن ميلاد الجمهورية الجديدة في العاصمة الإدارية بدأنا نفكر ونقول هو طيب التحول من جمهورية لجمهورية تانية ده يتطلب مني ايه أنا كمواطن ينعكس ازاي على سلوكياتي وأفكاري نحاول ما حضراتكم نفهم ده ونفهم أهمية يعني تعديل السلوك المجتمعي وازاي لازم نشتغل على نفسنا وقد ايه انه لازم نبص بعين الاعتبار على ضبط النمو السكاني ومش معقول يكون كل هذا الشكل الاستثنائي والملحمي اللي بيحصل في مصر خلال الفترة اللي فاتت ولسه ان شاء الله هيحصل الفترة اللي جاية ولسه في بعض الأسر المصرية بتحاول تغطي على ده بأفكار كلها أفكار مغلوطة عن فكرة الخلفة عزوة والعيال وكتر الخلفة عمال على بطال سواء نقدر على ده ولا لأ هي الأفكار اللي لازم ندرسها مع نفسنا ونتفكر فيها وزاي نغير من هذه السلوكيات والأفكار واحنا دخلين على الجمهورية الجديدة هنتكلم في كل ده بالتفصيل مع ضيفنا الدكتور عمر حسن مقرر المجلس القومي للأسرة سابقا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا دكتور يعني أنا كمواطن يقع على عاطقي ايه في فكرة ضبط النمو السكاني ولو نبصت للناس ازاي ده بيأثر فكرة انه استمرار النمو السكاني بشكل كبير يأثر ده ازاي على التنمية انعكاسه على فكرة التنمية المستدامة للدولة بتبدل فيها مجهود كبير خليل أول نبدأ بكلمة السيد الرئيس عفة حسيسي لما كان في 9 مارس 2021 أعلن عن ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة وان هي دي تعتبر الجمهورية التانية او الجمهورية الجديدة للمصر ويمكن نقول ان السيد الرئيس على مدار السنين اللي فاتوا دايما بيتكلم عن خطورة الزيادة السكنية يعني يمكن قبل كاف مؤتمر الشباب باسكندرية في 2017 كان قال ان اكبر خطرين بواجه مصر في تاريخ العديث هو الارهاب والزيادة السكنية يمكن نقول علينا احنا دور كتير والاعلام علي دور ان احنا دايما توعي المواطن ونتكلم عن خطورة الزيادة السكنية وان ازاي زي ما حريك قلت بقى ان قد يكون فيه افكار مغلوطة هي اللي تؤدي الى تفاقم المشكلة قد يكون ان الخلفة مثلا عزوة او ان الطفل ده هاتوا ان شاء الله هقرز ايبا موجود فبنقول لا محتاجين ان احنا نغير انا دايما بقول انت في حرب وعي حرب بتغيير مفاهيم مغلوطة قد يكون ان انت محتاجين تغير جوا دماغ الأسرة المصرية ان طفلين مترابين كويس متعلمين كويس صحاتهم كويسة ابرك وافيت لبلدهم ولدينهم ولعاليتهم من ستة وسبعة مش متعلمين كويس او صحاتهم انهم ضعاف يمكن نقول ان العصر اختلف ممكن الناس يقولك طبعا انا كان جدي مخلف بالسبعة والتمانية نقول دلوقتي التربية اختلفت نقول ان التربية مسئولية انت دلوقتي في العصر الحديث اللي انت فيه ده عشان تربي طفلين وتعلمهم كويس وتتأكد ان هما بيحافظوا على صحتهم وبيحافظوا على نفسهم وعندهم حب وانتماء للوطن بقت مسئولية صعبة بغير زمان يعني قد يكون دلوقتي كمية المغريات كتير جدا الطفل في الآخر زمان هو ما قداموش قد يكون اللي التلفزيون قناة اولى وقناة تانية فانت بتقدر تتابع وترائب بتقدر تتابع وترائب هو بيشوف ايه وإيه اللي هيأثر فقدانه وبانما انت دلوقتي انت ابنك اللي قاعد لوحده ده هو انت عارف هو بيشوف ايه قد يكون على جوجل او على فيسبوك او بيتابع اي مواقع فبالتالي نقول لرسالة لكل ام بالعقل كده لما وقت يتقسم على طفلين تذكرينهم كويس واتبعيهم واترائبيهم ولا لما يتقسم على خمسة وستة فالتالي نقول ان التربية بقت اصعب كتير ان احنا تربط فلين دلوقتي وطلحهم كويسين اصعب كتير من خمسة وستة من الاطفال قد يكون من من تلاتين سنة مثلا فبالتالي نقول احنا في حرب وعي طول الوقت محتاجين ان احنا نتكلم مع الناس ازاي ان احنا نغير المفاهيم المخلوطة طيب دكتور ايه تحديات اللي بتواجه القيادة السياسية في مسألة ضبط النمو السكان يمكن نقول ان اكبر مشكلة بتواجه مصر حاليا هي الزيادة السكانية الغير منضبطة حاليا نقولها الزيادة السكانية دي هتيجي منين هي عبارة عن الموليد في زيادة سكانية منضبطة وغير منضبطة اه طبعا الزيادة السكانية الغير منضبطة هي الا اكتر من امكانياتك اللي هي بتضغط على موارتك نقول الاول هي الزيادة السكانية هتيجي ازاي هتيجي الموليد عدد الموليد هنطرح منهم الوافية طب انت عاوز تتحكم في النمو السكاني الغير منضبط يبقى انت محتاج تقلل للموليد هتقلل ازاي من الموليد؟ هو عن طريق تنظيم الأسرة بس ازاي تحط بقى فكرة تنظيم الأسرة جواد مجال الناس انا دايما بقول جملة ايه ان اكبر مشروع استثماري لو مصر ببنت ويجيب لها ارباح وفايد هو مشروع تنظيم الأسرة تخيل ان انا مسلا السنة اللي فاتت ولدت الدولة المصرية 2 مليون و300 ألف طفل خلي بالك في بعض دول قد يكون جنبينها في الخليج ده نفس عدد سكانها يعني انا كل سنة بولد دولة جديدة تخيل لو انت الـ 2 مليون و300 ألف دولة قدرت تقللهم وبانا نولد في السنة 1 مليون و300 ألف تخيل المليون طفل اللي انت وفرتهم دولة كتالدولة هتصرف عليهم قد ايه في بناء تعليم وصفة مدارس ومستشفيات والطفل ده بعد كلام ما هيكبر هيحتاج جامعة هيحتاج فرص عمل هيحتاج ان هو مكان يسكن فيه فبالتالي نقول ان ده اكبر مشروع استثماري لو الدولة المصرية تبنت وجملة اربعة وفايد هو مشروع تنظيم الأسرة بس عشان توصل لتنظيم الأسرة انت محتاج تعمل حاجتين محتاج تزود الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والحاجة التانية تحسن خدمات تنظيم الأسرة يعني هي زود الطلب يعني ازاي ست المصرية اللي قاعدة في بيتها دي تتحرك وتروح الوحدة الصحية اللي جابيها عشان تطلب ان هي تاخذ الوسيلة دي مش سهلة محتاج انك تشغل على كذا محور ويمكن نقول هم خمس محور عندك محور الإعلام والتعليم والدين وتمكين المرأة والحافظ الإيجابية تعالى نمسككم محور محور نقول محور زي محور الإعلام قد يكون مشكلتها في مصر ان القضية دي موسمية ساعة نفتكرها شوية وساعة ننسأها شوية ويمكن دائما ان سيادة الرئيس هو اللي نفكرنا بيها فنقول لا محتاجين ان القضية دي تبقى طول الوقت احنا فكرنا لغاية ما نقفل الملف دا يعني نقول مشكلة الزيادة السكانية دي احنا ورسناها من الجيل اللي قبلينا وجيل اللي قبلينا ورسنا من الجيل اللي قبلينا مش معقول بقى مع الجمهورة الجديدة وجمهورها التانية هنورسها للبعدين لازم نقفل الملف دا فالإعلام محتاج طول الوقت ان القضية دي بقى فكرها وجزء تاني برضو محتاج الأعلام يعمله قد يكون الستة المصريات البسيطة مش هتبقى وعية قوي لما تقعد تحكي لها النمو السكاني والنمو الأقصادي محتاج بها تشرح لها هي نفسها هتستفيد إيه وبشكل مباشر كمان ربطها لها بصحتها إن إزاي أن أنت صحتك لما تخلي في اتنين هتبقى أحسن وأقوى من لما تخلي في خمسة وستة إزاي صحت أطفالك يعني لما أشرح للست إن اللي بيحدد زكاء الطفل أول ألف يوم من حياته فبالتالي عشان طفلك بيطلع شاطر في المدرسة محتاجة تركزة معاء أول تلس سنين يعني ما تج評ه ليش منافس طفل تاني فنعمل مبعدة من الحمل والتاني على الأقل من تلس سنين فهتشرح لها أقول لها ما تجيبهش طفل وتيدوا لطفل الأخوي على طول وتيجي بعد كدن الشكيله هو الطفل اللي مش طالع شاطر في المدرسة فنقول اللي بيحدد زكاء الطفل أول ألف يوم فلازم نعمل مبعدة من الحمل والتاني على الأقل من تلس سنين فلما تشرح لها هي هتستفيد إزاي وأطفالها يستفيدوا ازاي جزها نفسه ما هو في الآخر الزوج ده محتاج حب واهتمام ومواد الست لما تحمل تولد تحمل وتولد ما هي مش مركزة مع جوزة وبرضه هتحول لبنك كمان في الآخر هتبقى مصاريف وضغط عليه في الآخر كانتها بتظلم جزها وبتظلم المجتمع وفي الآخر الدولة فيبدا جزء الإعلام طب جزء التعليم التعليم كان عليه دور مهم كتا التعليم هنا تعالى نقسموا الحاجتين أنا محتاج في مصر نعمل مناهج سكانية مناهج التعليم قبل الجماعي والجماعي أنت في الآخر محتاج تكون طفل صغير مقتنع من جواه أن العدد المثالي هو اتنين أن الأسرة مكونا باتنين قد يكون أنت تقولي آه أنا فعلا يا دكتور أنا قررت نظم الأسرة بس قد يكون جواد ما أقول أن العدد المثالي أننا نجيب أربع أطفال أو ثلاثة ده تنظيم من وجهة نظم أنا عاوز تنظيم أنا عاوز اتنين هو ليه إحنا دائما بنقول للأسرة مصرية نجيب أتنين ما هو لو كل أتنين اتجوزوا جابوا أتنين هنوصل لحاجة اسمها معدل الإحلال أن عدد سكان مصر يفضل ثابت هو ده اللي أنت عاوز توصل له أو أن الزيادة تبقى حاجة بسيطة أن كل أتنين هيتجوزوا هجيبوا أتنين هنوصل لحاجة اسمها معدل الإحلال فبالتالي محتاج أن أنت في التعليم تخلق لطفل من هو صغير فاهم أهمية الأسرة الصغيرة فاهم أنه حياته نفسه قد يكون هو دلوقتي قاعد في قوضة ومعاه أخه واتنين ومش عارف يزاكر كويس ومش عارف ينبسط بحياته أو قد يكون أن بابا مش عارف يجيب له كل النفسه فيه عشان عددهم كبير فهو نفسه لما يجبر ويتجوز عشان يدي عياله فرصة كويسة يقول أنا مش يخلف إلا اتنين وتحطاه في مناهج الجامعية ما في الآخر الطالب اللي في الجامعة ده لما يتخرق ما هو ده هيتجوز طب والحاجة الثانية اللي محتاج تعملها في التعليم تقضي على أمية بنات وستات مصر قد يكون نقول الحل الأساسي للقضية دي هو القضاء تماما على الأمية أنا عندنا مشكلة كبيرة في الأمية عندك بعض المحافظات المصرية خصوصا في صعيد مصر قد تقترب فيها نسبة الأمية بالبنات وستات مصر من حوالي من 40 لنسبة أقل من 50% بحاجة وسيطة تعالي نفكر هي الست اللي هتتعلم هي دي اللي هتشتغل هو ده اللي سقف اطموحها سقف اطموحها عالي هي دي اللي هتفهم حتى لما أكلمها عن أهمية وسائل من الحمل وإزاي اللي ده هيفيه صحيتها هتبقى بس فهمة إن مش دورها في المجتمع إن هي تتجوز وتحمل وتخلف وتحمل تاني وتخلف لا طبعا ده هي دورها إن هي يكون لها طموح وإن هي عاوزة تترقف شغلها وعاوزة تاخد أعلى دراسات فبالتالي نقول إيه اشغل الست هتعرف هي متعلمة وحافظة على نفسها هي دي اللي هتقدر تطلع لك جيل أقوى من الجيل اللي هو موجود أطبعا أهمية فكرة التنظيم تنظيم الأسرة فده التعليم إحنا بنتكلم عن يعني فكرة واعي هل دي كافية ولا في مشروع قوانين ممكن تقدم وده تعمل في دول تانية وشوفناه في دول تانية تساعد في فكرة ضبط النمو السكان نقول إن إحنا محتاجين تشريعات أه محتاجين تشريعات بس نقول دايما تعالي نشوف التجارب الدولية اللي حوالينا في تجارب دولية نجحة جدا كان عندنا بس في دول قد يكون عملت إجراءات ما تتنسبش معنا يعني مثلا دولة زي دولة الصين هي كانت واخدة بقى ساعتها حاجة اسمها حوافظ سلبية إن انت عقوبات على اللي هيخلف أكتر من طفل ده انت بتقدرش تعمله في مصر لإن ده هيكون عندك ضد الدين وضد عادتنا بس اللي احنا ممكن نقول نخدم التجارب الدولية نجحة حاجة اسمها حوافظ إيجابية المواطن يحب التحفيز يعني هو ده اللي محتاج إن انت تشغل اللي تعمله تشريعات قد يكون نقول إن الست اللي هتطلع وهاتخلص شغل وتطلع على المعاش وملتزمة ما بجابتش إلا طفلين لا دي هتاخد مكافأة زيادة عن الشغل أو قد يكون إن انت في عائد إيجابي للأسرة اللي هتمش تبع يعني قواعد تنظيم الأسرة ونقول مثلا ده انت في التموين هتاخد نوأة زيادة لو انت التزمت بتطلعين يعني قد يكون دعم الفرد في الأسرة اللي عددها 5 في 4 فقط 50 جنيه لو زاد عن 4 هيوصل لـ 25 جنيه فده برضو من ضمن الكلام اللي حاضي بتتكلم فيه يعني انت بحتاج تغير الصورة انت مش معنى انت بخلف أكتر ان الدولة هتتعمك أكتر لا انت لو ملتزم وجايب طفلين والطفلين دلت في المدرسة والطفلين دلت محافظة على صحتهم بياخدوا تطعماتهم انت الدولة هتتعمك وهتساعدك أكتر فبالتالي بتقول ان حوافز إيجابية ان انت كل ما هتلتزم أكتر لا انت هتاخد من الدولة مساعدة قد يكون ان هي أكتر ففكرة الحوافز الإيجابية هي دي اللي احنا مشتاعدين نشتغل عليها انا بنقول حوافز سلبية لا مش هتمشي معاك مع الدين ومع العداد ومع طبيعة وشخصية المواطن المصري بانهم اللي محتاج تشتغل عليه فعلا تشريعات في قصة الحوافز الإيجابية محتاج برضو تشتغل على قانون يجرم وعندنا دراسة لشكل المجتمع المصري وإيه اللي خلينا نستجيب وإيه اللي خلينا ما نستجيبش ففكرة العقوبات ما تمشيش مع الشريعة وما تمشيش مع شكل المجتمع إنما فكرة الحوافز هي اللي بتؤدي لنتائج إيجابية طبعا وهو ده اللي يشجع ويمكن حتى لو عوزين نشتغل حتى على قوانين عندك لازم زي ما سات الرئيسي قبل كده تكلم تعاوز قانون يجرم زواج الأطفال إن اللي قال من 18 سنة لا دي يبقى في عقوبة عندك هنا في مصر في حاجة معروفة أو حاجة سيئة إن المأذون بيبعنده دفترين دفتر على دي اليمين ودفتر على دي الشمال البنت ممكن ويعندها 11-12 سنة بتكتف في الدفتر ولما توصل للسن الثاني محتاج إنين تلا يبقى في عقوبة على المأذون وليه يحصل بقى من مشاكل نتيجة للكلام ده بيخلفه ويتسجل الطفل باسم أبوها وفي الآخر تبتعلم فكر ما هي البنت اللي هتتجاوز بعدها 12-12 سنة هي دي اللي كل سنة معنى كده إن هي ثابت مدرستها معنى كان هي قاعدة في البيت كل سنة تحمل تولد تحمل تولد طفلة هي كمان طفلة وطالب منها مسؤولية كبيرة جدا على سن العشرين تكون خلفت لك خمسة وستة على سن العشرين صحيطة هي تبقى ضاعت طيب عايزين نرجع تاني نقطة هكت حاجة بتتكلم فيها أول حاجة لإعلام وبعد كده التعليم نكمل بقيت النقط احنا قلنا أعلام قلنا تعليم محتاج تشتغل بقى محور مهم جدا تمكين المرأة محتاج تشتغل أكتر على فكرة إن انت الست تدعمها أكتر قد يكون جزء منها أول خطوة فيها إنك تعلمها بس بعد ما أعلمها التعليم ده لازم يبقى ليه مرضود إيجابي إن الست دي تاخد مننا شغل إننا يبقى فيه مشروعات وإن الدولة تدعم أكتر إن والله الست المنتزمة بطفلين هي دي اللي هتاخد من الدولة أكتر قد يكون منح ومشروعات وقروض ميسرة عشان تبدأ مشروعها فلما تبدأ مشروعها في الآخر الست هتحسبها بعقلها هي لما تحمل هتضطر تسيب المشروع واتسيب مصدر الدخل فتلاقي إن المشروع بالنسبة لها ده هو اللي بيضمن لها الفلوس وده نقطة الثالثة فده مهم جدا سلح التمكين وقلنا النقطة الرابعة الحوافز الإيجابية النقطة الخامسة هو الدين أنت محتاج خطاب ديني معاصر يشرح للناس الفكرة اللي احنا قلناها أن طفلين متربدين ومتعلمين دولة مسؤولية أنت هتقولي الأطفال عزوة أو الطفل يجي برزقه بس قبل ما أقولك أن الطفل هيجي برزقه أقولك الطفل ده أنت هتحسب عليهم الإيامة يعني ربنا هيسألك الطفل ده مش هحسن سحلته عاملة إيه الطفل ده بيحب بلده ولا لا الطفل ده بيحب علته وعنده انتماء ولا لا فبالتالي محتاج خطاب ديني معاصر يشرح لك أن الفكرة ليس فكرة العدد هي فكرة أن الطفل نفسه شكله إيه اللي اللي ما هيكبر بعد كده هيقدر يخدم بلده ودينه وأسرة ولا لا سهلا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمر حسن مقرر المجلس القوامي للأسرة سابقا ويمكن حضرتك ضفنا باستمرار في صباح الخير مصر سواء من خلال زوم أو في الاستوديو المتحدثين طبعا عن هذا الأمر شكرا جزيلا لك